اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج سأفتح لكم الهيئة بوابها لاستقبال ملاحظاتكم اختراحاتكم وأيضا آرائكم وكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في هيئة الصحة بدبي لتطوير خدماتنا وأيضا القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام أهلا ومرحبا بكم سؤال مسابقتنا اليوم سؤال آخر يوم في جايتكس 2016 قدمنا يعني على مدار الأسبوع ساعة أبل للفايز معنا اللي حاب يشارك في المسابقة تعرفون الشروط الشروط هي إرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي السؤال يقول بالأمس من خلال العيادة الدكية تم شرح تطبيق خاص بمرض السكري ما هو اسم التطبيق الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بمرض السكري هل هو حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق زين آه اليوم شوي صعبناها حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق يمكنكم رسال الإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي الله يخليكم وأيضا يعني أشواق كم جائزة من أسحب اليوم تنتين حاضرين ولا تامر يا عيسى أنا قلت البارحة هيئة وأنا قد الكلام اللي أنا أقول أطلع أمرك زين إذن اليوم ما نختار ثنينة فايزين بما أنه ويكند ونبغي الناس يفرحون يعني فعندنا ساعتين أبل ما نقدمها للفايزين معانا طيب بداية حلقتنا أنا أخذكم في جولة في أهم الأخبار لطالعتنا بها الصحف والوكالات الأنباء العالمية والمحلية الخبر الأول يقول مذكرة تفاهم بين صحة دبي واتصالات لحفظ وترقية شبكة الهيئة الإلكترونية وقعت هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات لاتصالات اتصالات مذكرة تفاهم تقضي بتولي اتصالات شؤون دارة جميع الخدمات الخاصة بمشروع الشبكة الإلكترونية واسعة النطاق التابعة للهيئة بما في ذلك أعمال ترقية الشبكة وصيانتها والحفاظ على جودتها وجودة تجهيزاتها وتقديم كل العمل للفريق التقني التابع لإيصاحة دبي على مدار الساعة وذلك في خطوة مهمة قطعتها الهيئة في سبيل تحقيق الاستثمار الأفضل لأدواتها التقنية وشبكة الاتصالات الهائلة التي تمتلكها وكانت الهيئة قد أبرمت مذكرة التفاهم مع اتصالات أمس على هامشي مشاركتها في معرض جايتكس 2016 وقد شهد توقيع المذكرة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وسلفادور أنجلاد الرئيس التنفيذي للأعمال في اتصالات فيما وقع عن الهيئة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات وعبدالله إبراهيم الأحمد نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في اتصالات وبموجب هذه المذكرة توفر اتصالات مجموعة من الحلول المتكاملة لإدارة شبكة الهيئة بما في ذلك صيانة وتحديث المعدات والتجهيزات وروابط الاتصالات إلى جانب تقديم الدعم الفني وضمان امتلاك هيئة الصحة بدبي لأفضل التقنيات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات كما تقضي المذكرة بتولي مؤسسة اتصالات متابعة شبكة الهيئة والتدخل السريع لعلاج أي مشكلات أو أعطال على مدار الـ 24 ساعة مع توفير نقطة اتصال لخدمات الطوارئ يقوم عليها مجموعة من المهندسين والفنيين الأكفاء في اتصالات طبعا تأتي مذكرة التفاهم في وقت تشد الهيئة هيئة الصحة بدبي طفرة نوعية في جميع انظماتها التقنية حيث تتبنى الهيئة حزمة من المبادرات المستمدة من توجهات حكومة دبي ذكية بما يدعم أعمال التطوير ويسرع من حركة التحديث الشامل لمرافق ومشآت صحة دبي والبنية التحتية لها بما في ذلك شبكة الاتصالات والمعلومات إذن نتمنى التوفيق ونحن نركز بعد إن شاء الله بعد الفاصل على المزيد من المواضيع الخاصة بأنظمة المعلومات وتطورها في الهيئة عموما الخبر ثاني يقول النوم يساعد الدماغ على اختزان الذكريات المهمة ننزيه الفكرة وين؟ تقول أكدت دراسة حديثة أن النوم يلعب دوراً أساسياً في تذكر أو نسيان الأمور أو الأشياء التي تحدث في حياة الإنسان وذلك بمساعدة الدماغ على تخزين الذكريات التي تثير فينا العاطفة والحنين لأشياء معينة أو نسيان أخرى وقالت الباحثة بجامعة هارفرد جيسيكا باين التي أعدت الدراسة لموقع دي إن آي إن دور النوم في الاحتفاظ بالذكريات يتخطى الجانب الميكانيكي للأشياء مشيرة إلى أن الدماغ يقوي الدور العاطفي للذاكرة وأضافت أن الدماغ يقول لنا ما الذي يتعين علينا أن نتذكره أو ننساه حيث يقوم بتصفية أو تنقية الذكريات حسب أهميتها من الناحية العاطفية بالنسبة إلينا وكان الدراسة الطبية ذكرت أنه باستطاع الدماغ كبت الذكريات المؤلمة والسيطرة عليها وهو ما يساعد الأطباء طبعا على إيجاد أدوية جديدة تساعد المرضى على التعامل مع الصدمات التي تنشأ عند تعرض المرء لحوادث أو مشاهدة كوارث يتأثر بها بشكل مباشر أو يراها أمامه يعني إن شاء الله يا رب الواحد ما يعيش هذه المآسي والذكريات السيئة لكن يعني العلم يحاول دراسة هذه الأمور وإن شاء الله دائما نتمنى أن يجدون مثل هذه الحلوخاص للأمراض النفسية يعني أكثر شيء ممكن تدمر الواحد أن يكون فيه أمراض نفسية تبغين ساعتي؟ عموما عشر سنوات من النقال تضاعف مخاطر الإصابة بسرطان الدماغ على طاري النوم يساعد على الدماغ يساعد الدماغ على اختزان الذكريات المهمة يقول ذكر وكانوا حاطين مثل مداعبة شذا فمنطرشين مسج أن النوم يعني يخلي الواحد ما يفكر يزوج زوجة ثانية فالتعليق كان يعني رقدوا أزواتكم بارك الله فيكم يعني عشان ما يزوجون عليكم عموما عشر سنوات من النقال تضاعف مخاطر الإصابة بسرطان الدماغ والعياذ بالله حذر أحدث بحث أجري على مخاطر أجهزة الهاتف الجوال من أن الأشخاص الذين مضوا على استخدامهم هذا النوع من الهواتف أكثر من عشر سنوات معرضون للإصابة بسرطان الدماغ ونقلت صحيفة The Independent on Sunday البريطانية عن البحث المنشور في مجلة الطب المهن البيئي أن استخدام الهاتف المحمول لمدة ساعة واحدة خلال يوم واحد من شأنه أن يضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الدماغ وأن المعايير الدولية المتربعة لحماية المستخدمين من الإشعاع المنبعث من المحمول غير آمنة وتحتاج إلى إعادة مراجعة ودعت الدراسة المستخدمين إلى توخي الحذر عند استخدام الهواتف النقالة ومنع الأطفال من استخدامها لأنهم أكثر عرضة للإصابة من الكبار منع الأطفال من استخدامها لأنهم أكثر عرضة للإصابة من الكبار وتتناقض نتائج هذه الدراسة مع الطمأن الرسمية على أن هذه الهواتف لا تضر مستخدميها قالت الدراسة أن الأشخاص الذين مضوا أكثر من عشر سنوات على استخدامهم من الهاتف الجوال معرضون للإصابة بسرطان الدماغ قرب الجزء الذي تعودوا على وضع سماعة فيه وتستغرق الأورام السرطانية عشر سنوات على الأقل لتظهر أعراضها على البشر وبما أن أجلزة الهاتف انتشرت حديثا وبسرعة فإن عددنا قليلا من الأشخاص استخدمها لهذه الفترة حسب ما تقول الدراسة وكان الدراسة بريطانية السابقة جراها مركز التصارات المتحركة والأبحاث الصحية بتكلفة بلغة ثمانية ثمانية ملايين وثمانية ألف جنيه استرليني قد توصلت إلى أن أجهزة الهاتف النقال لا تمثل خطرا على مستخدمية غير أن قائد فريق البحث البروفيسور لوري كاليس اعترف بأن البحث لم يشمل شريحة واسعة من المستخدمين الذين مضى على انتفاعهم بهذه الخدمة أكثر من عشر سنوات وقد دعا كاليس في نهاية بحثه لإجراء مزيد من الدراسات دراسة مدفوعة ودراسة يعني يسيسونها يعني لا شك يا جماعة الخير لا شك بغض النظر حتى عن ممكن يأدي إلى السرطان الدماغ لا سمح الله يعني وجود الموبايل في أيدي الأطفال يعني سامحوني يا جماعة المسألة خطيرة يعني إن شاء الله المسألة وايد خطيرة بس هذا هذه الجزائية وأذكر بسؤال الحلقة لأن اللي قاعد نشوفه في أيامنا هذا يعني الطفل حتى صار عنده آيباد وتلفون خاص فيه وعند كم جهاز لوح ذكي وشو هذا ما فهمت تشريري شي شي يعمل هذا game boy playstation هي خلي البلايستيشن بعد أرحم البلايستيشن من الموبايل نزيل بلايستيشن بعد والله ما بوايد أرحم لكن الله يخليكم تبعوا على عيالكم يا جماعة الخير ما بحالة هذه والله العظيم أمسات واحد طالع في التلفزيون فيه ما ندري مرض غريب عجيب كام صورونا سميل محمد الخطيب ويعني وكلها آثار الأجهزة الإلكترونية في مثل خطأ في برمجة الدماغ لا ويحطوه لهذا خلوا يا أهل خفكونه من حشرته شو فكونه من حشرته الله يهديكم يا أهل هذا ما يملك صحته استخبار الله العظيم عموما واحد احتشرنا اليوم عندنا يعني جائزتين جائزتين ساعتين حاطت لكم إياها أشواق تي في الكبت هناك مغلفتنهم حاطتنهم تتريه بس منو بيأخذها سؤال حلقتنا اليوم نسيت السؤال والله لحظة شوي لحظة شو كان السؤال يقول هي بالأمس من خلال العيادة الذكية تم شرح تطبيق خاص بمرض السكري ما هو اسم التطبيق الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بمرض السكري هل هو حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق ها؟ أيس شو؟ ما اسمعك يا حياتي أنت عموما فاصل المستمعين ونرجع لكم إن شاء الله ونستكمل فقرات برنامجنا فاصلوا وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول بالأمس من خلال العيادة الدكية تم شرح تطبيق خاص بمرض السكري ما هو اسم هذا التطبيق الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بمرض السكري هل هو حياتي طفلي أطباء دبي أم جميع ما سبق الإجابة على أربعة صفر صفر ستة مع الاسم الثلاثي أربعة صفر صفر ستة مع الاسم الثلاثي يا جماعة الخير ترى عندنا جائستين اليوم جائستين عندنا نبغي نشوف يعني إجاباتكم أشوف ما شاء الله يعني فيه إجابات غلط يعني ما أتمنى أن تكون كامل إجابة غلط يعني لكن معظمها صحيحة عموما نرجع إلى يعني مشاركتنا في جايتكس حيث يعني خلال هذه المشاركة بمعرض جايتكس 2016 أطلقت الهيئة حزمة من خدماتها وتطبيقاتها الذكية فائقة في المستوى التي تلبي احتياجات متعامليها من المرضى وأفراد المجتمع بشكل عام وأيضا يعني استطعت الهيئة ترسيخ نجاحات متوالية في المشاركة من خلال هذه المنصات وخاصة المنصات التي تعنى بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والوسائل الذكية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال الآن يعني ما نتحدث عن مسألة مهمة في تقنية المعلومات وهي العمليات العمليات الخاصة بإدارة تقنية المعلومات يا ترى هذا المفهوم كيف يتم إدارته كيف يتم التعامل معه في هيئة الصحة ما نتعرف أكثر على البنية التحتية الإلكترونية في هيئة الصحة والتي يعني في لها قوة كبيرة وأيضا تساهم بشكل كبير في تطوير العمليات الإدارية والهندسية والصحية وغيرها من المواضيع اللي تساهم بشكل كبير في إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة معايا في السوديو المهندس عبد العظيم محمد علي سلطان العلماء رئيس شعبة العمليات بإدارة تقنية المعلومات مرحبا باش مهندس مرحبتي شكرا استضافتكم لنا والله نحن لسعيدين يعني أنا أول لقالك على الإذاعة تطلع معانا في هذا البرنامج فمستنسين جدا من باش مهندس نتكلم عن تقنية المعلومات والبنية التحتية الإلكترونية للهيئة لكن في البداية خلنا نتحدث عن العمليات الخاصة بإدارة التقنية تقنية المعلومات وأيضا عن هذه البنية التحتية يا ترى ما الذي تحتويه هيئة الصحة من بنية تحتية إلكترونية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلقين والمرسلين سيدنا ونبينا محمدين وعلى آله وصحبه وانتبعه بإحسان إلى يوم دين أولا أشكر لكم إصرافتكم بما يختص البنية التحتية لهيئة الصحة بدبي فإن الهيئة لديها شبكة واسعة وذات خوادم مركزية متعددة ووسائل تخزين حفظ ونقل البيانات بما يوفر بيئة حاضنة لمتطلبات الهيداء في جميع المراحل وهذا كل نتيجة فرق متخصصة ومؤهلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال تقنية المعلومات والهيئة غنية بالبنية التحتية بحيث أن كل من يعمل فيها يجد ويحصل خبرة كبيرة من التعامل في ضمن هذه الشبكة في بداية الحلقة نتحدث عن مذكر التفاهم بين صحة دبي والاتصالات لحفظ وترقية شبكة الهيئة الإلكترونية الآن نحن نقدر نقول أن الهيئة استطاعت أن تقطع شوطا مهما في تحقيق الاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات بوجه عام إذا ما نتكلم عن قيمة هذه الشبكة وقدرتها على تحقيق مثل المشاريع الكبيرة التي تسعى إليها الهيئة في الأيام القادمة فخلنا نتحدث عن دور تقنية المعلومات في هذا المجال دور تقنية المعلومات دور مهم في المبادرات وجميع مراحل الهيئة بحيث أن هي تبني البنية الرئيسية الأساسية للهيئة من المقاومات لتطبيق مبادراتها وتنفيذ التطبيقات الحديثة فيها ولدينا فريق متميز في إدارة تقنية المعلومات ومدية إدارة شو يسوون هذه للفريق باش مهندس؟ شو المهام اللي تسعون إلى تحقيقها دائما؟ التميز في جميع المطاقات من يعني كشعبة عمليات الآن شو هي أهم المهام اللي تسعون لها؟ أساس المستمع العادي يعرف أنتو شو قاعد يسوون يعني أنا أنا سأمو بتقني ما أفهم في التقنية بس أبغي أعرف شو اللي قاعد يسوون أنتو كشعبة عمليات نحن دورنا الرئيس أن نوفر شبكات وبيئة تتناسب مع أفضل معايير والمتطلبات العالمية في الشبكات والخوادم والأمن المعلومات بحيث أن التطبيقات والمبادرات الموجودة تشمل وتحيط بأمن المعلومات خاصة هي الصحة لديها كمية كبيرة من بيانات ومحتوى للمرضى ويعتبر شيء سري وخاص للمرضى خصوصية المرضى نحافظ عليها بشكل كبير ولها أهمية كبيرة ولهالسبب أن الشبكة تكون محدثة جميل بأحدث التطورات والتكنولوجيا متوفرة فهذا دورنا أن نوفر أحدث التكنولوجيا لبنية تحتية لهيطة الصحة في دبي بحيث نحيط المعلومات المرضى ونوفر أنظمة حديثة للدكاترة وجميع قطاعاتها بحيث تقوم بعملها على الوجه الأمثل جميل جميل طيب الآن منذ فترة سابقة تم إنشاء مركز البيانات في مستشفى الطيفة نريد أن نتحدث عن هذا المركز وهمية سؤال مهم وأشكرك علي المركز البيانات الحديث هي راح تكون أول جهة صحية حكومية عالميا تحصل على شهادة أب تايم انستيتيوشن تير ثري في إنشاء وإدارة مركز مراكز البيانات وحيث قام معالي حميد قاير حميد قطامي بعتاد واعتماد الخطط النهاية تشغيل هذا المركز مركز البيانات الذكي حيث أن المعدات وتجهيذات تعد الأفضل في توافر الخدمة وأمن المعلومات بحيث تكون لدينا منافذ متعددة للطاقة الكهربائية والاتصال ووسائل التصال والخدمات الفنية المرافقة للمركز جميل جدا حيث أنها أيضا ستقوم باحتضان جميع المبادرات منها سلامة وأي مبادرات مستقبلية لأن المركز بيانات الحديث لها السيعة السعابية كبيرة جميل نحن نتمنى لكم التوفيق باش مهندس عبد العظيم محمد علي السلطان العلمة رئيس شعبة العمليات بإدارة تقنية المعلومات شكر لكم كلمة أخيرة أريد أن تضيف شغلة إذا أنا نسيت نشكركم ونشكر حكامنا والقائمين على الأساسة أساس إعلام وشكر للجميع شكرا جزيلا لك باش مهندس إذن مستمعين نذكركم بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقتنا يقول بالأمس من خلال العيادة الذكية تم شرح تطبيق خاص بمرض السكري ما هو اسم التطبيق الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بمرض السكري هل هو حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق الإجابة على أربعة صفر صفر ستة واليوم عندنا ساعتين أشواق ساعتين اليوم نوزعه زين وساعتين أبل مقدمة من هيئة الصحة بدبي تنتظركم في كبة أشواق هناك في الدرج بتسحب بس لهذا ومغلفات ترى هاتف ترى إياكم فألف مبروك منقول مقدما للفائزين فاللي يبغي يشارك الاسم الثلاثة مع الإجابة السليمة فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخر مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل مستمعين عندنا سؤال المسابقة اللي طرحناه واللي نستقبل عليه إجاباتكم مع الإسم الثلاثي مع الإجابة السليمة على الرقم أربعة صفر صفر ستة سؤال الحلقة يقول بالأمس من خلال العيادة الذكية تم شرح تطبيق خاص بمرض السكري ما هو اسم التطبيق الذي أطلقته هيئة الصحة والذي يعنى بمرض السكري هل هو حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق الإجابة على أربعة صفر صفر ستة وطبعا دائما يا عيسى يا حياتي يا بعد تبدي يا أخي خبرني وما تطلع لهوه أحسن أنت ما فيها ساعتين أبل عندنا مقدمة من هيئة الصحة أخدام التقنية بشكل أو بآخر في طرح وتوصيل استراتيجية الهيئة اللي تم اعتمادها من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي ومشاركة الجمهور في هذه الاستراتيجية وأيضا اطلاع الجمهور على ما تقوم به الهيئة في هذا المجال فأنا الآن يسعدني أني أستقبل معايا الأستاذ ندى علي عبندة استشاري بالمكتب التنفيذي للتحول التنظيمي أستاذ ندى بداية خلينا نبسط هذا الموضوع للجمهور لأن استراتيجية أتو مادري كذا هذه أمور يعني حتى الموظفين يعني يتعبون منها عرفتي لا نحن نريد أن نقدمها شوية بشكل مبسط للمستمع ونشوف شو ممكن نتحدث نوصل أو نتحدث عن أهم النقاط الخاصة باستراتيجية هيئة الصحة بدبي وأيضا مواقمتها للرؤية والاستراتيجية العامة في الإمارة دبي نحن عادة مصطلح الاستراتيجية أو كلمة الاستراتيجية بتكون شوي كبيرة أو ممكن إنها حتى بعض الناس ما تستوعبها أو ما تفهم إيش الأشياء اللي ممكن إنها تعنيها الاستراتيجية بكل بساطة ولتبسيط الأمور خلينا نحكي شوي عن استراتيجية الصحة في دبي نحن في صحة دبي منحاول إنه نوصل نحو مجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة بصراحة هذا هدف كبير وللوصول له بتطلب العديد من الإجراءات والعمليات والمبادرات والمشاريع على مستوى الهيئة كلياتها فلتنفيذ أو لتحقيق هاي الرؤية الكبيرة اللي موجودة عنا عادة من أسم الموضوع إلى أهداف استراتيجية قصيرة المدى وهاي الأهداف الاستراتيجية قصيرة المدى من أسمها برضو إلى مبادرات أو إلى مشاريع هاي المشاريع بتمس الصحة للأشخاص اللي موجودين في دبي هاي سواء كانوا من مواطنين أو من مقيمين أو حتى من زوار بهاي المبادرات مثل المبادرة اللي بتفضل عنها زميلي قبل شوي أو المبادرات اللي بتحكوا فيها أثناء البرنامج كلياتها هاي عمالها بتخدم أو بتهدف إلى تحقيق الرؤية تبعة الصحة طيب أستاذ الندى أنت ذكرت أن هذه تخدم المواطن والمقيم والزاير أبغي أعرف كيف حلو حلو نحن واحدة من الأشياء اللي عملناها إنه قمنا بإطلاق 15 برنامج مختلف بتغطي هاي الخمسة عشر برنامج كل المحاور اللي ممكن إنها تأثر في الصحة ففي عنا على سبيل المثال إحدى البرامج هي السياحة العلاجية مثلا برنامج السياحة العلاجية بيخدم الزوار وبيستقطب زائرين إلى دبي لتلقي الخدمة العلاجية فيها برنامج آخر اللي هو خدمات أو مراكز التمييز في العلاج منحاول قدر الإمكان إنه نشوف إيش هي الأمراض المزمنة أو الأمور المستعصية اللي بتلزم المواطنين ونقدم الخدمات فيها في أيضا برنامج كامل يعنى في التأمين فبالتالي تقديم الخدمة التأمين الصحي سواء كانت إلى المواطنين أو إلى غيره عشان نقوم بتغطية كل فئات المجتمع في هذا الموضوع جميل أشواغ في حد طالب مننا نحن نتصل فيه شوفيني يا السلام عليكم وكننا نتصل وأيضا فيه يعني إجابة حياتي طفلي زين أتمني يكون الجواب صح الجواب غرط أكيد يعني عطيني إجابة وحدة يا ما بقول الاسم عموما السؤال مرة ثانية أنا سامحيني أستاذ الندو بقاطع وسأساس أنه عندنا تقريبا أقل من عشر دقايق لاستقبال إجاباتكم السؤال يقول ما هو التطبيق الذي ما اسم التطبيق الذي اطلقته هي تصلحها بدبي ويعنى بمرضى السكري هل هو حياتي أو طفلي أو أطباء دبي أو جميع ما سبق حياتي طفلي أطباء دبي جميع ما سبق عندكم إرسال الإجابة الصحيحة على أربعة صفر صفر ستة وعندنا ثنين نفايزين بيفوزوا معنا بساعة أبل أستاذ الندو يعني الآن تم استحداث المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي هذا المكتب هناك الكثير من المهام الذي يقوم به هذا المكتب يعني دور المكتب التنفيذي في تحقيق هذه الاستراتيجية جميل بالإضافة للمهام الأساسية لهذا المكتب اللي هي متابعة التنفيذ والتأكد من أنه كل البرامج والمبادرات ماشية بالطريقة الصحيحة وبتعطي النتائج فيه دور مهم جدا هو التحول أو تغيير المفاهيم والعادات والسلوكيات داخل الهيئة نفسها يعني نحنا إذا بدنا ننتقل من المستوى الحالي إلى مستوى واللي هو مستوى ممتاز بجميع المعايير إلى مستوى متميز لازم أنه نغير من المفاهيم من طرقة العمل من حتى الأسلوب اللي بيتبعوا الموظفين داخل الهيئة فإحدى الأدوار المهمة اللي بيقوم فيها المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي اللي هي مساعدة قادة التغيير داخل الهيئة على نشر الأسلوب الجديد في التعامل حتى في التفكير الإبداعي وتطبيق هاي الأفكار الإبداعية كلياتها في تنفيذ المبادرات والبرامج اللي موجودة عنا فنحنا فعلا نوال التغيير داخل الهيئة اللي رح توصل هاي الآثار تبعتها إلى المجتمع بشكل عام في سبيل تحقيق صحة أفضل ومجتمع صحي وسعيد في عام 2020 جميل إذا ما نتكلم عن الاستراتيجية السابقة والاستراتيجية الحديثة ما هي أهم النقاط التي تم التركيز عليها من خلال الاستراتيجية الحديثة وتم تغيير الاستراتيجية على شخص أنه نوصل لأهم النقاط اللي سوف تساهم مثل ما ذكرتي فيه يعني الفائدة للمواطن والمقيم وحتى الزائر لإمارة دبي يعني عليك هلأ واحد دائما الأشياء اللطيفة دائما اللي بنحاول أنه نركز عليها أنه الاستراتيجية لا تتغير الاستراتيجية تطور فالاستراتيجية القديمة متماشية مع الاستراتيجية الجديدة لكن حاولنا بقدر الإمكان مواقمتها مع الاستراتيجيات اللي جاية من دبي فمثلا نحن عارفين أنه في دبي إكسبو 2020 عدد كبير من الأشخاص رح يزوروا دبي فهل لدينا سعة وقدرة على استيعابهم كلياتهم بحاجاتهم أو احتياجاتهم الصحية فبالتالي الاستراتيجية الجديدة قامت على المواقمة ما بين استراتيجية الصحة في دبي مع استراتيجيات البلد بشكل عام دولة الإمارات مع كمان آخر التطورات اللي موجودة في العلم والتقنيات في مجال الصحة جميل أقول لك أبو عبدالله أن ترشلي ميسج الله يخليكم اتصلوا فيه أنا من يومين أدورك أبو عبدالله أبغيك كان وياي دكتور محمد الرضا وحاولنا أتصل فيك البارحة تلفونك مغلق كان على البرنامج أبغينا نخليك تتواصل مع دكتور محمد على طول في هذا الموضوع استاذ ندى يعني هذه ممكن أنت تكون لتش يعني صلة بها يقول أتمنى أن ترسل استاذ محمو صباح الخير أتمنى أن ترسل لي الرابط الذي ذكرت عنه والذي يستطيع عن طريق قراءة الأبحاث الطبية التي قامت بها هيئة الصحة ووزارة الصحة شكرا وإجازة سعيدة للجميع لنت ذكرت يا أبو عبدالله أن يجب أن تكون هناك إحصائيات وأرقام تعتمد عليها الهيئات والوزارة في عملية اتخاذ القرارات هذه والتي تقيس بعض الأمور الخاصة بالأمراض وانتشارها وكذا قلنا لك هذه موجودة وتم نشرها على الموقع صحيح يعني بشكل أو بآخر دكتورة مثل هذه الأرقام والإحصائيات من اللي يستفيد منها من الشخص اللي محتاج أن يتعرف على هذه الأمور تمام هلأ بشكل رئيسي وأساسي أكيد هي الهيئة نفسها بتحتاج لهذه المعلومات لأنه من ضمن هاي الإحصائيات نحن منقدر أنه نعرف إيش هي أنواع الخدمات اللي مطلوبة أنواع الأمراض اللي لازم أنه نتعامل معها لكن أكيد بتم نشر هاي الإحصائيات لأنه في فئات أخرى موجودة سواء كانت مؤسسات أو شركات ممكن أنها تستخدم هاي المعلومات لتطوير خدمات ممكن أنها تدعم في تحسين الوضع الصحي وممكن كمان بس بس بكاتاتش بالخير تصلي فيه وعبد الله اللي خليتش أبغي على الهواء إذا بيطلع معنا نزيل أي موجود معنا أه تصلي فيه اللي خليتش خلينا نشوفها تمام وممكن حتى كمان الأفراد يطلعوا على هاي المعلومات من باب المعلومات العامة أو من باب كمان تقديم بعض الأفكار اللي ممكن أنها تخدم وتدعم في هيئة الصحة المعلومات مثل ما تفضلت حضرتك بتنشرها هيئة الصحة بدبي بصورة سنوية على الموقع الرسمي للهيئة وهي ممكن الدخول إليها والحصول عليها من أي شخص جميل أنا يعني في انتظار بس تحولوا لي باب عبد الله على الهواء الدكتورة عشان بس نتناقش نبغي نعرفه وليش قاعد يبحث عن هذه الأرقام صحيح وشو اللي بيستفيد منها لأن أنا شوف حتى أيضا هناك بعض الأرقام التي لا يتم مشاركتها مع الرأي العام ليش حفاظا على خصوصية المرضى وخصوصية بعض المعلومات لكنها تكون ضمن الدراسة الآن أنا أعتقد وما أبغي أتكلم بلسام باب عبد الله كنت أتمنى أن يكون معانا على الهواء باب عبد الله ها تصلوا فيه يا جماعة الخير أبغي باب عبد الله ممكن تتصلون فيه باب عبد الله نزيل أستاذة يعني نتحدث نحن عن بعض الأرقام بعض الأشياء اللي ممكن هذا أنا أعتقد وما أبغي أتكلم على الهواء يقول لنا هذا الكلام لكن أتصور أنه هو كان يدعو لي وجود مركز أبحاث يقوم بدراسة وكذا وهذا لا المركز هذا نحن نتمنى أن يكون موجود مثل المراكز المتخصصة في بعض البلدان هذه مراكز متخصصة في أمراض معينة في شغلات معينة وهذه لها تاريخ كبير صحيح يرجع يرجع لمئات السنين يعني صحيح فهل هذه ضمن الخطة الموجودة في هيئة الصحة مية بالمية نحن إذا عمالنا بنحكي عن مراكز الأبحاث اللي بتقوم بالأبحاث على أمراض معينة تخصصية ضمن الخطة الاستراتيجية في عنا برنامج مهم جدا اللي هو البرنامج رقم 8 المتخصص بمراكز التمييز الطبي Centers of Excellence وتم بناء على الأبحاث والإحصائيات اللي موجودة تم الاتفاق على خمس مراكز تمييز طبية تعنى في البحوث وتقديم الخدمة الطبية في أمراض معينة أسوة بالمراكز المتميزة اللي موجودة في جميع أنحاء العالم مثل ما تفضلت حضرتك فنحن فعليا في هيئة الصحة جالسين اليوم منصمم الفكرة الأساسية لمراكز التمييز الطبي والتي سوف يتم إنشاؤها تباعا بحساب الخطة الاستراتيجية اللي موجودة عنا جميل نحن حاولنا نتواصل مع أبو عبد الله لكن للأسف ما بقادرين نوصل لك يا أبو عبد الله نحن نبغي نبغي تشارك معنا في البرنامج يعني أنت مسجاتك ما شاء الله وايد متواصل فيها معنا فنبغي نبغي نسمع رايك يعني حتى حاول حاول تداخل معنا باتصال خلنا نسمع الرأي ونتناقش في هذا الموضوع لأن المسجات ما تعطي بعد يعني رؤية كاملة وشاملة للموضوع طيب أستاذة أنا مشكلة الوقت داهمني برجعلك بعد ما أخذ رسالة رسالة خاصة من زميلنا فيصل موجود فيصل على الهواء معنا فيصل يا فيصل عندي أربع دقائق بعطيك دقيقتين زين حاليا في منصة الهيئة بس بخصوص موضوع أبو عبد الله أنا قبل شوي كلمت الدكتور محمد رفا مدير المكتب التنفيذي للتنظيم أو للتحاول للتنظيمي قال لي أن هذه البيانات كلها موجودة على موقع الهيئة يا أبو عبد الله أنا حاولت أنا ما بغيت أتكلم في هذا الموضوع لكن اتصلت فيك وقلت لي يا أبو عبد الله ما تبغي تتداخل معانا على الهواء وبعت لي مسج تقول أرجو أن تدخل إلى موقع الهيئة وقل لي على أي صفحة أجدها وهذه البيانات يجب أن تدخل أن تكون متاحة لكل فرد عن أي خصوصية تتحدث عن أستاذ محمود يعني تتحدث إلى أستاذ محمود لا أعتقد أنها معلومات تمثل الأمن الوطني يا أبو عبد الله معلومات تمثل الأمن الوطني هذه المعلومات يعني مسج مثل هذا أنا اضطريتني أنا أقرأ سامحني فيها صرقاطاتك بس لأن المسألة شوية مختلفة يا أبو عبد الله عندك شي تعطل على الهواء ما نتكلم فيه تبعثني مسج مثل هذا بقرأ وفي معلومات اللي يحدد الأمن الوطني ويحدد شو اللي يمثل الأمن الوطني أعتقد هناك جهات معنية ومنوطة بهذا الموضوع أنا بعد البرنامج باتصل فيك وبحاول أشوف شو الفكرة أنك أنت تبغي تلف وتدور على نفس الموضوع هذا تفضل فيصة سامحني بس إضافة أيضا أخرى أن أيضا دكتور محمد قال لي أن البيانات هذه يعني سبيد منها الباحثين والأطباء واللي في أيضا في سنوات الدراسة وأيضا في بعض المراكز الطبية العالمية أيضا تاخذ بعض البيانات ويعتمل يعني أحصائياتك بشكل شمولي أيضا مبعا للدولة فقط عن المتقاء والعالم بالضبط بالضبط نعم طبعا عودة عودة عسري عراحة دقيقة طبعا اليوم اليوم تختتم الهيئة مشاركاتها في معرض جايستيكس 2016 وكان هناك قبال كبير من قبال الزوار بمركز دبي للمؤتمرات الهيئة قدمت الكثير من مشاركاتها من خدماتها وتطبيقات إلكترونية في حافظ المستوى في كثير يعني أنا أخاف اختصر لي فيصل يعني المجمل المجمل المشاركة هذه طيب أنا أود أن أشير إلى أن مشاركة الهيئة في مثل هذه المعارض محمود هو لتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الخدمات الذكية وتعزيز المبادرات الحكومية من خلال التقنيات الحديثة وطبعا أيضا مع شراكات إن كانت محلية أيضا وعالمية الهدف الأسمى في هذا كله نحن نبغي نكون متسمع طحي وسعيد شكرا لك فيصل أنا سامحني شكرا حبيبي أنا آسف والله آسف بس لأن أبو عبدالله خبصر لنا برنامج الله يهدي عموما أستاذ ندى تعليق سريع على موضوع أبو عبدالله يقول لي أن السلام عليكم غير واقعي ما فهمتو العلاج والتأمين سعادة ضعيف بو محمد بو محمد بعد ممكن ناخذه على بداية الأسبوع أو يوم الأثنين بتكون عندنا حلقة خاصة عن التأمين سعادة هذا الكلام غير واقعي ما فهمت شو الكلام اللي غير واقعي السلام عليكم أخي أبو عمر رجل اتصال هذا المسجد لي أبو عمر الآن أبو عبدالله يتحدث عن هذا الموضوع دكتورة نحن ما نبعث له هذه المواضيع من شورة لكن هناك بعض البيانات يقول هل أعتقد أنها معلومات تمثل الأمن الوطني مين قال هذا الكلام؟ في معلومات تمثل الأمن الوطني دكتورة من خلال الأرقام التي تبحثون فيها فأبغي بس على عجالة أنور الناس بأهمية مثل هذه البحوث وأهمية وضع معايير معينة حتى للمواضيع اللي تنشر كذلك صحيح هلأ المعلومات اللي بتمنشرها هي مثل ما تفضلت حدثك معلومات ممكن أنها تفيد الباحثين واللي بتعاملوا مع المواضيع الطبية وهي موجودة بشكل متاح للجميع هلأ في حال أنه أبو عبدالله بيتهمه معلومة معينة ممكن أنها تكون غير منشورة على الموقع ممكن أنه يتواصل معنا بالضبط ممكن أنه يتواصل مع الهيئة ويقدم طلب للدخول أو للحصول على هاي المعلومات والسبب للحصول على هاي المعلومات وأنا متأكدة أنه الجميع رح يتعاون مع كلياتها اللي كلياتنا منشتغل لتحقيقها واحد من أهم الأشياء اللي نحن نسعى لها أستاذنا دا هي عملية لو يتحدث أن معلومات تمثل أمن الوطني من قالك الأمن الصحي لا يمس الأمن الوطني صحيح صح والله مئة بالمئة يعني الأمن الصحي هذه وحدة من الأساسيات التي نسعى إلى توفيرها لهذا المجتمع يعني نتمنى أن يكون مجتمع خير فالله يخليكم يا جماعة الخير ننظر للأمور بإيجابية شوية دائما ما نسعى إلى التفكير الإيجابي نسعى إلى تعزيز هذا التفكير الإيجابي عند الناس الواحد ينظر الحمد لله يا رب العالمين نحن موجودين في دولة من أفضل الدول في العالم متقدمة على كافة المجالات في كافة المجالات والله زرنا زرنا دول برع وشفنا المستشفيات وشفنا كذا هذه اللي نتحرام نحن دول متقدمة يعني سوري ما بغي تكلم لكن اللهم لك الحمد نحن موجودين على على قائمة الدول في الخدمات الصحية صحيح 100% ونحن نسعى أن نكون على أولها مش بس من ضمن أفضل عشر دول في الخدمات الصحية ونحن عشان هيك موجودين عشان نحقق هاي الرؤية رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد طبعا أطال الله في عمره نحن موجودين عشان تكون دبي ودولة الإمارات رقم واحد في الخدمات الصحية جميل بما نحن نتحدث عن الخدمات الصحية سؤال حلقتنا اليوم تعرفين إجابته أستاذ؟ أنا بعرف إجابته بس إذا تعطيني صحة بحكي لك الإجابة لا نقولي للحين ما هو اسم التطبيق الذي أطلقته هاي تصحى في دبي والذي يعني بمرضى السكري هو تطبيق حياتي 100% تطبيق حياتي ألف مبروك لالفايزين الثنينة معنا سامحونا نحن شوي خذنا كم دقيقة من وقت البرنامج الفايز الأول قل لي إذا الاسم صحيح ولا عفرة عبدالله العلي صح؟ علي عفرة عبدالله علي نزيمهم من أهلنا إيه والفايز الثاني راشد خميس الشامسي راشد خميس الشامسي ألف مبروك عفرة عبدالله علي ألف مبروك لكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتقدرون تستلمون الجايزة إن شاء الله على طول بعد الحلقة شواء بتتواصل معاكم سامحنا على الإطالة هذه التحيات محددكم محمود يوسف العديو ونتمنىكم إجازة سعيدة شكرا عيسى سبيل شكرا أشواق شكرا فريق الإعداد ودمتم بالصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة